نحن نتكلم بهذا الفيديو عن مشاركة البيانات من قاعدة البيانات على شكل جداول طبعا يتميز برنامج E-Tabs وحتى بالنسبة للبرامج الأخرى بين قاعدة البيانات فيه مفتوحة يعني تقدر تشوف النتاج الخاصة فيك بتفاصيلها على شكل جداول وتقدر أنه تصدرها على شكل Excel أو Millef Example أو تستفاد من عدها برمجية طبعا هذه الجداول هي مربوطة في الأساس في الابي آي الخاص في البرنامج بمعنى هناك داخل الابي آي تم إضافتها في النسخ الأخير الخاصة في الابي آي تقدر أنه تصل إلى النتائج البرنامج أو النتائج الـ Database الخاصة في البرنامج ككل سواء عملية النمذجة أو عملية التحليل أو التصميم ستشوف أنه مقسمة في جداول ومرتبة ومنظمة وتقدر أنه تصل إليها برمجية فعموما لو تروح هنا على عملية العرض راح تشوف آخر عملية عرض إنه عملية عرض البيانات على شكل جداول Show as a table وطبعا هذا الكلام إيش راح تشوفه؟ راح تشوفه عندك موجود في الموضل أكسب لورر راح نبدأ نتكلم عن هذه النافذة في التفاصيل إن شاء الله في الدرس القادم ولكن الآن يذهب هنا على display ويذهب على show tables راح يبدأ يعرض لك نافذة عملية يبدأ يعرض لك نافذة ومقسمة يعني في الأساس إلى ثلاث أقسام رئيسية خلينا نعمل عليها collapse اللي هي نتائج النمذجة مثل ما تلاحظ نتائج النمذجة model definition عمليات التعريف بالنسبة للنمذجة والآن يقول لك إنه عندك 95 جدول هو في الأساس موجود عندك في النمذج ونتائج التحليل وحاليا هي 33 tables ونتائج التصميم هي 32 tables فهذه جداول في الأساس هي جدا مهمة في الجهة اليسرى إيش راح تبدأ شاهد؟ راح تشاهد عندك إنه هذه النتاج كنتائج تحليلها على سبيل مثال ونتائج التصميم الآن إذا أعرضها لك على أساس إنه load patterns مالتك 4 إنه كلها مختارة إنه هذه load patterns كلها مختارها إليك dead live on SD والload cases أيضا يمكن إنه أعرضها لك والآن هي كلها مختارة يمكن إنه تعمل إنشك على الماضل يعني تختار على سبيل مثال dead والlive والSD والألتيمت يمكن تقوم بعرض فقط الألتيمت نسبة للجدائل فأوكي يمكن تقوم بعرض فقط ultimate أوكي فهذه بنسبة load cases إضافة لذلك هنا عندك load company load pattern, load cases, load combination اللي راح يبدأ يأخذها بنظر الإحتبار كنتائج تصميم طبعا إذن من هنا تقوم بالضبط الإعدادات الأحمال حتى على أساس يقوم بتوليد البيانات ومن هنا تقوم بضبط cases وال combination أوكي هنا عملية modify على الإعدادات العامة الخاصة في ال database في قاعدة البيانات وطبيعة الحالة أنا أفضل إنه نتركها بإعداداتها الإفتراضية أوكي الآن يجعلها الجداول قلوا أوكي أنا إيش؟ راح أبدي أستفاد من هذه الجداول طبعا في الأسفل قبل ذلك راح شوف إنه table format file إنه معامل وشكله الإفتراضي إنه هو بدون إنه استخدم إعدادات الإفتراضية يمكن تقوم باستخدام يعني فد نس يعني على سبيل المثال تصدير البيانات على شكل exam all file فيمكن تستخدم specify file أنا بالوقت الحال راح أبدي أتركها بشكلها الإفتراضي ولكن خذ بنظر الإحتبار إذا أريد أن تقوم بتصدير البيانات بأشكال مختلفة يمكن إنه تقوم بتغيير table format file فالآن مثلا عندنا في المادلين راح أشوف عندك في المادل system data يعني العامة الخاصة في system والproperty definition عمليات التعريف على الproperty اللي إحنا عرفناها في define هنا material frame area طبعا إذا ما كانت موجودة يعرضها لك فارغة ما في أي مشكلة يعني هي standard load pattern هنا عمليات التعريف يعني load pattern response spectrum function إحنا ما عرفنا time history function أيضا ما عرف راح تكون فارغة عندك يعني في الأساس أو ما أخذ الإعدادات الإفتراضية مالتا هنا عمليات التعريف الأخرى الغروب والماس والcase اللي موجودة عندك أيضا والcombination والconnectivity بطبيعة الحال اللي البايز يعني اللي بالنمذجة تقصد فيها النمذجة بطبيعة الحال أوكي أوكي و joint assignment و frame assignment اللي أنت عامل عليها أوكي assignment يمكن أنه يعرض لك بشكل summary وتفاصيل أخرى والarea assignment والoption اللي هي تكون المفضلة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة في النمذجة تنتقل على التحليل راح أشوف عندك نتاج التحليل الرن information إنه أنت عامل تحليل مثلا الرسالة الخاصة في التحليل هناك خطأ ولا تقدر تعرضها فيما بعد يعني تنخزنها داخل قاعدة البيانات أوكي وأيضا عندك joint output displacement reaction مثلا الآن تريد reaction فأبدي ب joint reaction و joint design reaction أنا أريد joint reaction أقوم باختيار joint reaction أوكي ثم ذلك أضغط على أوكي الآن طبعا راح يبدي يعطيك جدول بالreaction اللي موجودة عندك story بطبيعة الحال label unique name output case حالة اللي هو dead إذا تريد فقط الSD ممكن تقوم بعمل فلتر على هذي النتاج بطبيعة الحال الآن راح نبدأ نشوفه الكيس اللي موجودة عندك هل هو combination هل هو load case وما لذلك ويعطيك النتاج الFx الFy الFz و المومنت في الX و المومنت في الY و المومنت في الZ هذه بنسبة إلى joint طيب هذه النافذة اللي هي معروضة الآن أمامك هي grid view احتيادية فالآن طبعا تقدر أنه أنت تتلاعب في العرض أنه أنت على سبيل المثال تقوم بالذاب و تعمل filter or sort فتقل له هنا أنا عندي sort table أوكي فراح تجيب لك مجموعة من الآن مثلا تتريد تقوم بعمل sorts على النتائج أنه أنت احتمادا على مثلا الFz اللي موجودة عندك وعملية الترتيب مالتك خد تكون من الأعلى إلى الأسفل يعني الFz اللي موجودة عندك تكون من أعلى قيمة وعلى قيمة الأن حالية 14696 كلي نيوتين بونت 388 مثل ما تلاحظ الآن أمامك هذا هو ultimate أوكي يمكن أنه تقوم بأيضا عمل format على table يعني النتائج اللي أنت تريد تعرضها بطبيعة الحال إيش هي وكيفية العرض وما إلى ذلك وبنفس الوقت تقدر أنه تصدر هذي النتائج على sheet excel وتبدي تتحكم أنت في عرض النتائج إذا أنت يعني ما تعرف أنه تتحكم في grid view هنا على سبيل المثالة تبدونا على file وأعمل لي export current table table الحالي صدره لي على شكل excel وأقول له أوكي طبع رح يبدي كتاب إليك البيانات على شكل excel sheet ويقوم بفتحه بشكل تقائي بناء على الترتيب اللي أنت واضع بطبيعة الحال إذا الآن مثل ما تلاحظ هذي هي النتائج آآ الخاصة في الشيت excel هنا عندك story linq نفس الكلام هنا عندك fx والfy والfc قام بالتصدير احتماطا على ترتيب البيانات الأخرى تقدر أنه الآن تتحكم أنت إذا تعود أنه تشتغل على ال excel تقدر أنه تتحكم وتحصل على النتائج اللي أنت تريدها بنسبة إلى ال reaction هذا بالنسبة إلى ال reaction الكلام النفسي تيبدي نعكس عندك على أي بيانات تنعرض على شكل جدول يعني سبيل المثال تريد انه تقوم بعرض النتائج الخاصة في إيش في التصميم فتسجي هنا على design وتجي هنا على concrete frame design ثم على ذلك summary و أبدي أخذ ال column أوكي ثم على ذلك أضغط على أوكي لا رح يبدي يعطيك كل التفاصيل الخاصة في العمود وهي تفاصيل كاملة تضمن لك ال label هذه التفاصيل يعني يمكن استفاد من عدها برمجيا من طبيعة الحال للبيانات هذه وهنا أعطيك ال as minimum ال as يعني بالمليمتر بطبيعة الحال هذه المنمم و هاي ال as بالنسبة إلى العمود وهنا اللي موجودة عندك في الميد بارز و أيضا تفاصيل الأخرى الخاصة في الفي و أيضا عندك الميسج أيضا يقوم بحفظة إليك كخطأ أو كتحذير بطبيعة الحال إذا واصل هذا العمود إلى maximum رح يعطيك هنا ميسج تشير إلى أنه هذا العمود هو واصل إلى أعلى قيمة بالنسبة للحديد التسليح بطبيعة الحال نفس الكلام يبدي يتكرر عندك من عملية الطباعة الطباعة يعني يمكن تقوم بالطباعة بشكل مباشر على شكل text file على شكل ملف text أو تقوم بالطباعة بشكل مباشر أو مثلا تقوم بعملية export لكل tables يعني هل أستطيع أن أقوم بعمل export لكل tables المعنية ما في أي مشكلة تقوم بتحديد كل tables اللي موجودة عندك وتقوم بتصديرها على شكل excel sheet أو ملفها أقوم بعمل ترجمة نانسي قنقر